من ضمن المواضيع المحيرة وإحنا على باب برنامج حائر هل لو اتجهت للدين للقرآن والسنة وأقوال العلماء وفهم العلماء لشريعة ربنا هل هلاقي إجابة لكل موضوع محيرني؟ والحقيقة أننا بدعوا الناس كلها أنها تدخل معنا عالم حائر السمادي ونشوف مع بعض إزاي ربنا سبحانه وتعالى دينه كامل ويوم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إزاي هذه الآية فعلاً بتمس واقعنا المعاصر ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن والسنة على سيدنا رسول الله كان يعلم أن في أعوام ممكن تبقى بألاف السنين الله أعلم لغاية يوم القيامة وما سيحدث ويستحدث فيها من أمور للناس ومشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية وتحديات في البيوت في خواصة العلاقات وكل ده كان بيشمله القرآن والسنة المهم بفهم العالم الكامل المستنير اللي يخليك تبص في القرآن والسنة فتلاقي راحت بالك وتلاقي الخلاصة اللي تريح بال كل حائر لأن ربنا في القرآن بيقول الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علم ربنا سبحانه وتعالى عليم بكل مسألة محيرة أنت يمكن تكون مكسوف تقولها قدام الناس أو خايف لو قلتها تبقى عاصي ولا كفرت أن أنا قلت الكلام ده وهو عليم بذات الصدور فاتكلم على حاجات في القرآن وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم على حاجات في السنة لما تخطر في بالك وهي لسه ما خطرتش لو خطرت في بالك هتلاقيها في القرآن والسنة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء وإحنا لما دخلنا في القرآن والسنة لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن في بعض المسائل المحيرة هتلاقوها في نصوص الكتاب ونصوص السنة وفي بعض المسائل روحوا اسألوا عليها المتخصصين في العلوم الحديثة يما قال ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حتى القرآن أرشدني لسؤال عالم النفس لو عندي مشكلة نفسية والعالم الإدارة لو عندي مشكلة في الشغل والعالم التربية لو عندي مشكلة في التربية في التفاصيل 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 الأغرب من كده لما كنت ودي رحلتي كل سنة مع حضراتكم كنا عندنا برنامج بنروح نحضر مع المشايخ والعلمة ونروح للمتخصصين في العلوم الحديثة لما بروح أسألوا أخذ الإجابات بلاقي إشارات في القرآن والسنة تتطابق الحقيقة بقى إن الأصل القرآن والسنة هي والعلم دي هي اللي بتتطابق مع القرآن والسنة احتراماً لشرف القرآن والسنة فعلاً كل سنة بقدم برنامج بيزداد ثقتي في ثقل مرجعيتنا القرآن والسنة لقيت حاجة تانية برضو عند الحيارة من كم الأسئلة اللي بقى راها بتبعتها لنا على السوشيال ميديا وتسألوا هالي مثلاً في الشارع ولا في المحاضرات لما بقابل الناس في بعض المسائل اللي حضراتكم بتبقوا محترين فيها ما بتبقاش المشكلة في الموضوع والإجابة اللي في القرآن والسنة ولا عند العالم المتخصص تبقى الإجابة جوه هنا مشكلة في هوا النفس وساعات الإنسان بيبقى مغيب عن إدراكه إنه عنده هوا فإحنا السنة دي وإحنا في حائر مع بعض هلفت نظر بعضكم وأنا اكتشفت إن الموضوع ده عندي في بعض الحاجات إن المشكلة مش بره مشكلة عندي جوه أنا اللي عندي حاجة كده منعاني إن يقبل الحق ده اللي بيسموله علماء السلف أورنس الوعي في ذاتي من ضمن فواية برنامج حائر أتمنى إن شاء الله إنه يعلي الوعي قوي عند اللي بيسمعنا وهشاولك طول ما إحنا ماشيين على المسائل اللي محيراك على أن الموضوع مش بره الموضوع عندك أنت فيه حاجة لو زبطتها تفهم كل حاجة في الحياة أو تفهم اللي أنت محيرك في الحياة يعني عشان كده لو أنت حيران وبتسألني هو الدين هو المرجعية في كل حاجة محيراني عايزك تطمن للموضوع ده وإحنا هنخوض الرحلة مع بعض وإن شاء الله تطمن كل يوم وإنت بتسمع الإجابات والخلاصات اللي تريح بالك والحيان أنا يعني السنة مليانة مئات الأحاديث في الأسئلة المحيرة واحد يروح يشتكل سيدنا النبي إنه متسرع يشكو إلى رسول الله ذرب لسانه وأني أحرقته بلساني أهلي فسيدنا النبي يدي له خلاصة كده إزاي يضبط لسانه واحد تاني يروح يشكل سيدنا النبي حديث النفس فتصور بقى لما تسمع من السنة إزاي تفرق ما بين حديث النفس ووسواسة الشيطان وإزاي تفرق ما بين الوارد اللي جاي من ربنا ولا من الملايكة كلام هيفكلك إشكاليات كتير جدا في أفكارك بس ترجع للمصادر الصحيحة وتيجي السيدة عايشة تشكل سيدنا النبي عايزة والسلام حيرتها إنها عايزة تخشع في الصلاة ويا سلام بقى لما تدي لك وصية من سيدنا النبي يقول لك واحد اتنين ثلاثة لو عملتوا تخشع في الصلاة حاجات فعلا فعلا تليح بالكل محتر فأنا بدعوكم إن إحنا السنة دي نركب مع بعض السفينة كده ونخوض في بحر الحائرين لكن سلحنا هيكون القرآن والسنة والعلوم الحديثة زي ما احنا متعودين في كل سنة